أردن نحبك موت والله نحبك موت نادينا على الصوت يا أردن اشتركوا في القناة موسيقى أنا الكابتن محمد ياسين من جمهورية مصر العربية حاصل عديد من الاتشارات الخبرة وبطرات الدولية وبطرات المحلية أخر بطولة حصلت عليها تقريباً من شهر بطولة العالم مستر المفيرس بالأردن حصلت على المركز السادس حصلت على بطولة الأردن ثاني أردن في شهر عشر الماضي طبعاً هم بنقدم العديد من الخدمات الرياضية وخدمات المشتركين بالنسبة لبرامج التدريبية وبرامج التغذية بنعمل فحص المشتركين فحص إنبادئ أو المفوت النادي بنشوف نسبة الدهون نسبة الكفرة العضلية عنده وبنشتغل على هذا النمط يعني بنعمله برامج تدريبية وتغذية وغذائية على حسب الفحص بتاعه يعني جواد الجبور من نادي أكوة طبعاً نادي صليت درب فيه سنة ما شاء الله كباتن كابتن مهدي وكابتن محمد يسين أداء ولا أروع بالنادي وبإذن الله القادم أفضل من نادي موسيقى 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 أهلا ومرحباً بكم أعزائي مشاهدين لحلقة جديدة من برنامجكم فطوات الدنيا رحلوا معي بضيطة اليوم الكبتن مهدي أبصافي بداية نساء مساء أعلى وسائل عزيزي مشاهدين في البداية وحضرت الكبتم موجود في نادي أكوة تحديداً في صحاب عرفنا عرف السادة المشاهدين بنظة وسائل عام أنا الكبتن مهدي أبصافي قريج تربية راضية من الجامعة الهشمية صليت تقريباً بالمجال لما يقارب ثمان سنوات أنا مدرب لياقة بدنية معد بدني لعبين كرة القدم ومدرب السلاحة عرفنا أكثر عن اللادي الأكثر موجودة عندما مضطاقاً بتتميزوا فيها؟ احنا الصالة مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية الأمريكية طبعاً بنعمل حساس لياقة بدنية حساس آيروبيكس أكو آيروبيكس حساس تمرين في المسبح تمرين في المي لمرضى الديسك اللي بعاني المشاكل في الركب دورات تدريب السباحة طبعاً لجميع الأعمار برأيك شو سبتم يرسكم ونجابكم وماذا المجاب؟ طبعاً كل كادرنا طبعاً خيرية الجامعات كلهم درسين الرياضة أكيد من عد لاعبي لبطولات كمال الأجسام سواء على مستوى المملكة أو مستوى العالم كادرنا طبعاً أكيد مع الكبتل محمد ياسين مع بطولات سواء على مستوى المملكة أو مستوى العالم نتابع المشتركين أول بأول من أول ميفوت طبعاً أهم شيء نسأله إذا بنعاني من أمراض مزمنة مشاكل صحية ضغط سكري لأن هذا الإشي بنعكس عليه سلباً إذا أنه تعامل زيه زي أي مشترك عادي إنه طبعاً برنامج خاص بالتغذية طبعاً مناسب لعمره وطوله ووزنه وكل تقريباً نضاء كل أسبوعين تقريباً لثات أسابيع نعمله فحص نعمله تست ثاني فحص in body نشوف نسبة الدهون كده شغفات عنده نسبة الكتلة العضلية كده زادت ماذا تدرتك المستخدرين؟ ماذا تدركين تعملون الأول تام؟ أكيد إن شاء الله ندرس توسع على النادي وتوسع على المسبح وإن شاء الله في دراسة خلال تقريباً سنة ستكون هناك فرح ثاني للنادي منطور من المدربين اللي عندنا أكيد هناك دورات تعملنا إياها المؤسسة النادي نفسه بشكل عام مشاهدة أهل المدربين تزيد خبرتهم في المجال طبعاً هاي اللعبة واسعة جداً ما بتقتصر على إنك كون معك شهادة بس إنو مستوى المدربين شو ما كانت نجام عزاء لازم يكون عندك دورات شان تطور عن غيرك شو هي أهم المشاكل التي تقضيها تتواجهتك في هذا المجال؟ من فضل الله إنو ماكفي مشاكل واجهتنا كونه منشي نمشي مع المشتركين خطوة 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 صعب إنك تواجه مشكلة ولكن تبتون شغاء من البداية صح أول بأول لنتقل لجاله الوطن لو قلت لعلك وانتقيت بصاحب الجلالة ما ستقلت لعلك؟ طبعاً هذا إشي يشرفني كثير طبعاً أي مواطن أوردني يتشرف إنو يلاقي جلالة سيدنا الطلب الوحيد راح أطلب إياه إنو يكون لرياضيين بشكل عام لقابة خاصة لهم لكي نكون مدرب كل رياضي يكون له حق ويضمن حقه بشكل عام تساقين إذا كنت تترك بصمة حياتك وشجعك وأعطيت الدافع لكم صلاة المرحلة ليه ما تحب توجه رسالة شفر على برنامجنا؟ شكر خاص طبعاً أكيد لأهلي أول إشي شكر خاص الداعم الأول إلي كابتن أحمد عبد القادر كل يو بدأ معي خطوة بخطوة بلش معي من الصفر وصبر علي وتحملني شكر خاص له لكابتن أحمد له معزة خاصة بقلدي كيف حقاً لسأل المشاهدين التلاصل مع حضرتك تحكينا موقع النادي للتقصير وطرق التلاصل؟ فينا صفحة على الفيسبوك أكوبول أنجيم نفسك طبعاً على إنستجرام في رقم تلفون خاصة النادي موقع النادي صحاب دوار الشهيد بالقرب من شركة زين أمني وبنهاية هذا اللقاء نود أن نشكر الكابتن نهدي على خصوص طبعه لنا على أمل أن نفقركم في حلقة جديدة شكراً جرايك نوارك شكراً شكراً